عايزين اتكلم بقى عن مستر ميشيل حياته الشخصية دلوقتي خلاص بقى بقى قالوا سنة في مصر اكتر حاجة بتعجبك في مصر ايه دلوقتي احب كل حاجة في مصر بصراحة بصر بلد انا سعيد جدا انا متأقلم جدا في البلد انا سعيد بتناسبني بسهل كبير مراتي وزوجتي وبنتي موجودين هنا بقى لهم فترة وحيعودوا حيعودوا فترة برضو طويلة اعتقد انا ابني برضو حيجي حينضملنا هنا ودي تب حاجة زيك تظهر دي علامة تبين قد ايه دي علامة جميلة حمتأقلمين في مصر لاننا احو ما نحبش مكان معين مش حاجيب اهلي وش حنتأقلم وش حنقعد فترة طويلة فيها اللي بحبه هنا ايه في بلد بحب الاكل بحب اسلوب الحياة بحب الجو في مصر التقص انا سعيد بصراحة في مصر تسأل السؤال بشكل مختلف تقول ايه لما بتحبوش مصر انا بحب كل حاجة هنا بحب اسلوب الحياة في مصر بحب الاكل بحب السلوك الناس بحب كل حاجة بحب كما نحن كل حاجة هنا بحب دابة عن انا طبعا مابداي نروح لو بيحب لي ايه افطار اكل بحبه كان الناس بحب الكبدة كبدة قوي بحب الكبدة هنا فيه راخ برضو بيعملوها بالطريقة مصرية بشكلها جدا بحبها كتير جدا ده أطباق كتير بحبها في مصر أنا باكل كويس بحب باكل كويس في عزومة من يومين هنا في قط اللبس لا فيديو جوع لا اتعاملت عزومة كبيرة بحبتها البطولة الدورة لطلع في حاجة والكاس والدور نرجع تاني للمصر أنا سعيد جدا الموجود في مصر أسريتي هنا موجودة بالنسبة عائلتي موجودة هنا بقلها شهر زوجتي وبنتي موجودة هنا وإبني حينضمننا يوم 26 حيجي بالنسبة لي مهم جدا أن أسريتي تبقى سعيدة في الإقامة وده وصعب جدا هما مش هبقى سعدة إلا لو هما مسريحين ولهما مش حابين البلد مش هيعود هما بيعشقوا البلد هنا في مصر بنتي مش هايزة ترحل عن مصر عز تبدأ في مصر على طول احتفلوا بالثلاثية وصاروا مع الدوري والكاس وكاس أفروكيا بخلال هدول بنتي بنتي داتي مشجعين النادي وإبني برضو تفرج عن براه من بلجيكا وبعتني رسائلة هنا على طول وبعتني صور هو بتفرج عن تبيزون وتفرج عن ماتشو هناك في بلجيكا وشوفت ان هو بتفرج عن براه وبنتي بتفرج عن براه برضو بنتي كبيرة عندي بنتي كبيرة هناك في بلجيكا وابني في بلجيكا هناك بنتي ابني جبير عندي أربع أولاد كانت سعادة عارمة بالنسبة لي بصراحة بصراحة أنا كنت سعيد جدا كانت سعادة وكانت مشاعر كبيرة شوفت أولادي عبسين فانية النادي الأهلي وبشجعه كنت حاس كانوا في استاذ نعتبر الليلة دلوقتي خلاص صاريت مش اللبقات كلها أهلوية دلوقتي كانوا نفس الدغوط اللي كانت تعلينا بالزبط كانوا جماهير النادي كانوا حطوا دغوط فعوا دغوط علي لازم نكسب كان حاسيتنا هما جماهير قالوا لازم تكسب لازم تكسب اللقب هنا وده حاجة كبيرة فعلاً إداء جوا جميل وده حاجة زكاة بتساعدني جداً أعمل شغل بشكل جيد